خيبة أمل كبيرة أصابت جماهير نادي الوداد المغربي بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة من بطولة دور أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي في مركب محمد الخامس جماهير الوداد كانت تنتظر اللقب في ظل تفوقهم التاريخي على الأهلي وكون المباراة الأخيرة على ملعبهم وبين جماهيرهم إلا أن ما حدث عكس ذلك وبعد هذه الخسارة وقع مهاجم الوداد بولي سامبو في ورطة كبيرة والسبب أغنية الأهلي فما القصة؟ على مدار التاريخ تفوق الوداد المغربي عند وصوله إلى المباراة النهائية من دور أبطال إفريقيا فالوصول إلى هذه المرحلة دائما ما كان يعني تفوق الفريق المغربي الوداد شكل عقدة واضحة للنادي الأهلي الأكثر تتويجا باللقب على مر التاريخ إذ التقيا سابقا في النهائي مرتين وكان للوداد التفوق والتتويج باللقب سواء عندما كان النهائي ذهابا وإيابا أو كان من مباراة واحدة في النسخة الأخيرة من دور الأبطال الإفريقي كان جماهير الوداد في انتظار تكرار ما حدث مرتين سابقا والتتويج باللقب في النهاية على حساب النادي الأهلي مباراة الذهاب انتهت بخسارة الوداد لكن هدفا سجل في اللحظات الأخيرة حمل آمال جماهير النادي البيضاوي الذي كان يحتاج الفوز إيابا بهدف نظيف للتتويج بدأت المباراة في مركب محمد الخامس وسط حشد جماهيريا تاريخي من جماهير الوداد وبالفعل تحقق المطلوب وانتهى الشوط الأول بتفوق الوداد بهدف نظيف المباراة كانت تسير في الطريق الذي يأمله جماهير النادي المغربي قبل أن يقلب الأهل الطاولة بهدف مفاجئ من ضربة ركنية نفذها التونسي علي معلول وحولها محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر في شباك الوداد هذا الهدف كان كافيا ليتوج النادي الأهلي باللقب رقم 11 في تاريخه وينهي أخيرا العقدة التاريخية أمام الوداد المغربي ويسبب كذلك خيبة أمل كبيرة لجماهير الفريق البيضاوي وبعد المباراة انتشرت أغنية ساطلانة على نطاق واسع في الوطن العربي بعدما غنها لاعب النادي الأهلي أثناء الاحتفال باللقب الذي جاء بصعوبة بالغة أصبحت هذه الأغنية أيقونة احتفالات النادي الأهلي وجماهيره مؤخرا وارتبطت في الأذهان تاريخيا باللقب الصعب الذي انتزعه المارد الأحمر من الوداد وخلال الساعات الماضية أصبح السنغالي بولي سامبو جونيور في ورطة كبيرة مع جماهير ناديه الوداد المغربي بعدما ظهر في أحد المقاطع وهو يرقص على أنغام أغنية خاصة يقضي سامبو إجازته في الوقت الحالي بعد نهاية الموسم الكروي في المغرب في مسقط رأسه بالسنغال وظهر في أحد المقاطع وهو يرقص على أنغام أغنية ساطالانا سامبو ناله غضبا واسعا من جماهير الوداد المغربي نتيجة هذا المقطع حتى وصل الأمر أن طلب البعض برحيله عن الفريق كونه لا يهتم بمشاعر جماهير فريقه إذ أن هذه الأغنية أصبحت وسيلة الأندية المنافسة للوداد للسخرية من خسارتهم اللقب أمام النادي الأهلي